في هذه الحرب الخاسر الوحيد في هذه الحرب هو إسرائيل لأنه مهما كان هذا الضمار طبعا يعني الضمار هو نوع من الخسارة الكبيرة ونعارف أنا عايز أقول بس يعني ما غزة الضمارة قبل كده يعني تم تدمير شوية منها قبل كده كذا برة إنما هذا الضمار طبعا خسارة كبيرة جدا إنما في النهاية إحنا لما نتأمل التاريخ كده حضرتك هنجد إن كانت إسرائيل بتحقق مكاسب على الأرض في منطقة الشرق الأوسط يعني إحنا بدأنا السلام معاها وبعدين بدأت بعد كده بعد فترة العرب رجعوا تاني مرة وبدأت دول عربية تاني تروح تعمل سلام وبدأنا يطرحوا فكرة له السلام مقابل الأرض وإن إسرائيل يعني وفكرة حل الدولتين وإنه ممكن العرب يعملوا علاقات سوية مع إسرائيل وبدأ حتى نيتانياهو نفسه يخرج كده بفخر شديد جدا ونتكلم على إن إحنا هنعمل علاقات بقى مع مجتمعات الشرق الأوسط وهيبقى مشروع كبير جدا ويبقى فيه علاقات مع المملكة العربية السعودية وعلاقاته ويفخر كده وبعدين يروح عامل هذه الحركة اللي بعدها أو هذا الضمار الكبير اللي عمله في غزة والتجريف اللي عمله في غزة ده الإنساني والبشري والعمراني هينتهي في الآخر خالص إلى إنه لن يرجع أهل غزة كما كانوا من قبل ولن يرجع العرب كما كانوا من قبل ولن يرجع العالم نفسه العالم نفسه بدأ يتخلى كتير جدا من دول العالم بدأت تؤيد يعني أو يعني تقف ضد اللي بتعمله إسرائيل وهو نفسه لن يستطيع أن هو يرجع نقطة صفر اللي كانت فيها نوع من الود ونوع من اللي كانت معه علاقات مع المغرب وعلاقات مع سويدين هل قال لنوع من الودوق وعلاقات مع قطر وعلاقات مع مصر يعني فيه دول كتيرة جدا بدأت تمد إيدها هو عمل إيده ولذلك لن يستمر هذا الوضع لا يعني أنا أتصور أنه لن يكون مثل ما كان في الماضي لن يكون مثل ما كان في الماضي لأنه إلا إذا كان بقى إنهاء القضية وتحقيق حل الدولتين ده ممكن بالفعل يخلي العرب كلهم يعملوا علاقات مع إسرائيل وانتبهاش فيه مشكلة يعني لأنه هم العرب بحيثين عن السلام طب دكتور يعني أحدك يعني الحقيقة بتتكلم دايما عن يعني فيه هذا الموضوع عن حل الدولتين هل هو حل من الممكن أن يكون بالفعل آه من الممكن أن يكون لأنه إحنا عندنا يعني المشكلة أنه إسرائيل بترفض رفض قاطع أن تكون هناك دولة فلسطينية لو إحنا نقبل أن يبقى فيه دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغازة يبقى فيه في المنطقة إسرائيل دولتين لكن ستكون هذه الدولة الجديدة الفلسطينية إن كانت ستكون بشروط إسرائيلية يعني مثلا حتكون دولة منزوعة السلاح ما هي الشروط دي تتحط في المفاوضات يعني فيما بعد الحروب دائما بتبقى فيه شروط قاسية يعني زي ما حصل مع اليابان مثلا فيما بعد الحرب العالمية التانية مثلا إنه يبقى فيه منطقة كده يعني شروط ربما تكون قاسية على الطرف اللي هو بيبقى أضعف فالشروط دي إحنا يعني ممكن نتكلم عنها يعني ممكن نتمر كحديث عنها بعدين إنما الفكرة نفسها فكرة إن إسرائيل تسمح والعالم كله يسمح مجلس الأمنة مش عارف ينعقد أديله أكثر من أسبوع مش عارف ينعقد عشان يطلع قرار عشان هدنة يعني يعني إلى هذا الحد أصبحت فيه نوع من عدم الإدراك حتى عدم إدراك العالم كله عن فكرة وممكن جدا الناس اللي هو بقى وده اللي بيخلوا يعني العلماء المتخصصين في العلوم الاجتماعي بيعندهم قلق شديد جدا حتى على طبيعة الحكام اللي بيحكموا العالم يعني الحكام يعني يجب أن هم يقرأوا التاريخ